راديو نيل ما استقبلنا انطلاقة مهرجان العالمين يوم الخميس الموافق 13 يوليو في مدينة العالمين الجديدة تحت شعار العالم عالمين الحدث الأكبر في الشرق الأوسط جي الوقت اللي هنودع فيه بكل أسف المهرجان بعد النجاح الأسطوري النجاح الكبير اللي حققوا المهرجان على مدار شهر ونص المهرجان اللي حقق نقلة كبيرة جدا جدا في كل المهرجانات كلمة مهرجان الحقيقة شكلها اتغير بعد مهرجان العالمين الحقيقة مهرجان جديد اتولد في المنطقة العربية وزار مصر من كل الجنسيات من جميع أنحاء العالم من الشرق الأوسط ومن العالم كله عدد كبير جدا جدا ومهول وكلهم الحقيقة أشادوا بالمهرجان وأهمية المهرجان وجمال المهرجان بعد ما كانت مدينة العالمين مجرد أرض من أراضي كتير دارت عليها معارك وكانت الحقيقة أرض يعني محدش حاسس بها غير أنها أرض تحس فيها بالوحشة وتحس فيها بأنها يعني تقبضك ده المعنى الحقيقي اللي كنا نقدر نقوله على الأرض دي وفجأة وبسرعة تتحول الأرض دي بعد ما شافت ضمار والغام وما كانش حد قادر يقرب منها ولا يستغل لها تتحول الأرض دي لمدينة العالمين الجديدة اللي شهدت المهرجان الرائع ده السنة دي الحقيقة يعني شيء رائع نطحات السحاب القرى السياحية الكورنيش الرائع الكبير جدا جدا الممشى السياحي العالمي اللي موجود المولات التجارية المجمع التجاري الرائع الأماكن الترفيهية وكل ده كمان يكون على البحر يعني كل ده يكون بيطل على البحر شيء الحقيقة ساحر شيء ترفيهي سياحي متكامل في مدينة العالمين الجديدة الكافيهات الملاهي البنوك الخدمات اللي موجودة للجمهور البحيرات اللي موجودة والعدد الكبير اللي توافد السنادي على مدينة العالمين متخيلين ان كل اللي انا بقول عليه ده دلوقتي ومشان اللي بقول عليه وبس اللي كل العالم بيحكي عليه قد ايه تم تنفيذه في وقت قصير جدا جدا يمكن اللي كان متعود يزور العالمين قبل كده وزار العالمين السنادي هيوقف بجد ويقول الله وما يبقاش مصدق نفسه ازاي كل ده اتعامل في الوقت القصير ده ازاي اللي حقنا نعمل كل ده وامتى تخيلوا مدينة بكل المواصفات والامكانيات دي لما يتعامل على أرضها حدث كبير يتعامل على أرضها حدث رائع من الناحية السياحية والفنية والرياضية والثقافية زي مهرجان العالمين يبقى عامل ازاي يبقى عامل زي ما تفرجنا عليه وزي ما الكتير راحوا وشافوا واللي ما اسعفتوش الفرصة انه يشوف المهرجان ده على الطبيعة او شاف جزء منه شاف الباقي على شاشات التلفزيون وده بيأكد قد ايه مصر قدرة على كل شيء قد ايه مصر تقدر تعمل مهرجان عالمي يقول ان مصر عندها مدينة سياحية مهمة ما تقلش شهرتها وجمالها عن اهمة واشهر المدن السياحية في العالم الناس بقت تسيب اماكن كتير وتيجي عشان تشوف الحدث الترفيه الاكبر ومهرجان العالمين ده كمان بيقول ان مصر عندها مهرجانات ضخمة ومهمة تقدر تجذب كل الزوار من مختلف انحاء العالم في خطوة ايجابية لانعاش السياحة من جديد زي ما فيه مهرجانات كتير حققت الشهرة لبلدها قدر مهرجان العالمين السنادي يحقق نجاح كبير لمصر وقدر يعمل نجاح كبير جدا ده طبعا غير الجانب التنموي العظيم لما قررت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية انها تتبرع بصوفي العائد الكبير ده اللي جي من مهرجان العالمين لمبادرة حياة كريمة اللي بيستفيد منها حوالي 58 مليون مصري على مستوى الجمهورية من سكان واهالي القرى الاكثر احتياجا بدأت فعاليات مهرجان العالمين بالمسابقة الرياضية اكتر من المسابقة طبعا مجموعة من المسابقات الرياضية وشهدت حضور ابطال رياضيين مصريين وعالميين لعبة التيكبول اللي كان فيها بطلتين عالميتين بطولة كرة القدم الشاطئية لنجوم الجيل الدهبي اللي كان فيها طبعا كابتن حسام غالي السقر احمد حسن وحسام حسن وعصام الحضري وسيد معوض وغيرهم من مشاهير كرة القدم طبعا كمان من ننساش البطولة الدولية للكرة الشاطئية وسباء الارسي تنظيم بطولة دولية للبادل وعروض الطائرات الرائعة والسيارات تحدي الجيت سكي قد اي كان جميل تنظيم البطولة العربية للجودو غير سباء ترايثلون اللي احتضن ثلاث رياضات زي السباحة وركوب الدراجات والجري الاسبوع الاول اقيم بالمهرجان مجموعة من الانشطة الرياضية ولمائية زي التجديف ومجموعة اخرى من الرياضة ده غير طبعا بقى الحفلات الغنائية لاهم مطربين مصر والوطن العربي حفلة الفنان تامر حسني اللي كسرت الدنيا وكان فيها حضور جماهيري ضخم تفاصيل مبهرة دخل تامر حسني الدخل وهو طاير بارتفاع 40 متر على طريقة سوبر هيرو طبعا وده يعني شبه فيلمه الاخير تاج قد اي كان حفلة رائع مش بس الناس اللي كانت بتحضر الحفل كانت مستمتعة لا الناس كمان اللي كانت موجودة في العالمين وكانت بتتفرج من خلال الشاشات الضخمة اللي كانت موجودة في الكافيهات وفي الممشى السياحي قال تامر حسني كمان على الحفل انه كان من اروع الحفلات اللي قدمها في حياته وانه قد اي كانت حفلة مبهرة بشكل كبير طبعا كان في حفلات اخرى زي حفلات احمد سعد كاريوكي انغام اليسا راغب علامة نانسي عجرم كارول سماحة متحط صالح الموسيقار عمر خايرة وكانت حفلة رائعة كمان خلينا نقول انه يوم الخميس اللي فات كان في حفلة ضخمة جدا غنى فيها ابو وعمر كمال وفريق دابل زوكش وفريق الصواريخ وامبارح الجمعة كان في حفلة ويكز اللي كسرت الدنيا وبمجرد متى زاكر نزلت خلصت والقبال كان كبير جدا برغم انه يعني خلاص صيف بيودع او السيزن خلاص العالمين النهاردة بحفل غنائي لفريق شار موفرز والمفاجأة كمان انه كل الفعاليات والحفلات اللي اتعاملت في مصرح الشارع كانت حفلات مجانية وعروض الفرق الشعبية كانت مجانية وكل ده علشان تكون الفرحة متاحة لكل الناس اللي يقدر يدخل الحفلات واللي مقدرش كل الناس تقدر تشوف المهرجان الرائع اللي شاهدناه السنة دي مهرجان العالمين كمان اتعرض في المهرجان عروض بحرية واشكال ورسمة بالمية وعروض بالمظلات بعلام الدول المختلفة وغيرها من التفاصيل اللي كانت اكتر واكبر واروع من اي كلام كان شيء الحقيقة فوق السحر والخيال دايما يا رب بلدنا محققة نجاحات ضخمة في كل مجال وكل خطوة ونجاح يليق باسمها وتاريخها ونبقى شعب دايما في احسن حال وتحية مصر شكرا